راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعي راديو تلفزيون دابنغا أهلا ومرحباكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية وفي هذه الحلقة قابلنا المهندس منذر مصطفى الغياد بالمجتمع المدني والمدير العام لمنظمة التدريب وتشغيل الشباب ومنذر دا أيضا هو باحث متخصص في قضايا الشباب التنموية والمدنية ونحن سعداء في هذا اللغاء أن نطرح للأستاذ منذر عدد من الأزئلة من بين كيف يا أستاذ منذر بتنظر لمستقبل الشباب في السودان عقب الإنقلاب أنا قلق جدا حقيقة من مستقبل الشباب عقب الإنقلاب 25 أكتوبر لأنه 25 أكتوبر وقف إصلاحات رغم أنها هي شحيحة لكن كانت يبدو أنها في المسار الصحيح لأنه فيه اعتراف كان من الحكومة بأنه فيه مشكلة بدأت أنه فيه مجموعة من الشباب اللي خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب وهم خارج دائرة المجتمع تماما وكان بيتم النظر لهم على أساس أنهم هم مخلفات للحركة الاجتماعية بتاعت السودان وما قاعد يتم النظر لهم بعين الاعتبار كذا بتلقاهم دائما هم بفضلوا الهجرة غير الشرعية بفضلوا الانضمام للمليشيات يعني جزوا منهم بيسافر لدول الخليج وغير من الدول لكن هي أوضاع مزرية في الغالب لأنه حتى الناس البسافروا منهم ما بيتلقوا الحماية المناسبة من الدولة الشباب طيلت فترة الدولة الوطنية كان فيه شكال بتاع تعامل معهم هل هم مشكلة ولا فرصة بالنسبة للسودان السؤال دي المثقف السوداني ما جاوب عليه ودائما كان بيحاول يغطي عليه وبعد أنه يزيد من حدة الصراع السياسي أنه مزيد من عزف نقمات الإرهاب السياسي على المجموعات التي تتكلم عن الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة دي وده طبعا أفرز وضع خطير جدا أفرز وضع بيعني سيء للغاية أنه في الآخر الحكومة والدولة السودانية بقت ما عندها المعرفة الكافية للتعامل مع الفئة دي سوى الأدوات الأمنية المعهودة والأدوات الأمنية طبعا عندها تكلفة إنسانية عالية جدا نحن برانا شوفنا إنه الإنقلاب بتاع 25 أكتوبر كمية الدمال سفكة وكذا يعني كان موضوع سيء للغاية يعني فوق مستوى الاحتمال الكارسي إنه ما فيه ما فيه فيجين ما فيه رؤية لإنه يتعاملوا مع الفئة دي خالص بطريقة تسمح بإنه يتم إدماجهم بطريقة سلسة في حركة المجتمع والاختصاص وإذا ما توفرت الرؤية دي حيكون الحال على ما هو عليه إنقلاب 25 أكتوبر سبب أزمة تانية اللي هو إنه صدر نوع معين من الغادة السياسية في المجتمع السوداني ودي كارسة كبيرة يعني حاليا نحن بنشهد عمليات بتاع التدوير أمام مسمع ومرأة المجتمع كله للنظام البايت في الحكومة الانتقالية يعني ودي دي كارسة والأسوأ إنه كمان فيه مجموعات سيوقراطية متعنتة ومزمتة مجموعات بتاعات هواس دينة وغيرة عندها مشكلة مع الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة المجتمعات فما بالك الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة بتاعة الشباب ديال في مشكلة كبيرة يعني نحن قلقنا يعني بالصاعد يوم بعد يوم وقاعدين نشوف إنه العملية السياسية تتحرك بعيدا عن تطلعات المجتمع ورغباته في الازدهار الاختصادي وازدهار الديموقراطية والتطيب بتاع الجراح لأنه في سياسات مستمرة لفترة طويلة جدا دون إنه يحصل عليها أي نوع من التغيير أو المحاولة للتغيير بالعكس نحن ممكن في بعض المرات مشينا لانتهاج سياسات أسوأ من اللي كانت موجودة وده يعني إنقلال 25 أكتوبر خلي إنه في يعني في حالة بتاعة عدم يستنكار بالنسبة للناس اللي ما بيهتموا للمأساة يعني ودي دي كارثة كبيرة جدا يعني دي ظاهرة جديدة جدا في المجتمع السوداني بتعني إنه ممكن أنت تتبجح بمأساة الآخرين من غير ما في شخص يزالك يعني باش مهندس منذر الشباب السوداني أثبتوا وجسدوا جسارة وشجاعة كبيرة لكن بالمقابل ما وجدوا التقدير الكافي من قبل القوى الحرية والتغيير في الحكومة الانتغالية الأولى والحكومة الانتغالية الثانية إذ تما بتتفق معاي في زالك طبعا بعد أكتر من أكتر من خمسين وسيقة بتاعة حد أدنى اللي كانت مغرم بها المجتمع السياسي في السودان طيلة فترة الحركة الوطنية لشكل النموذج بتاع عدارة البلد يعني أنا ما كنت فاهمينه ليه جاي القصة دي أنه نحن والله يا أخي لازم نعمل وسيقة بتاعة حد أدنى عشان نقوم نصل بها للسلطة عشان نقوم نعمل الديموراطية المنشودة وكيف لأول مرة تدعمل وسيقة استراتيجية لكن يبدو أنه الوسيقة الاستراتيجية كانت بعيدة تماما عن المثقفة السودانية أو عن المجتمع السياسي لأنه بتحسي أنه فيه عملية بتاعة عزلة ما بين الوسيقة وما بين المفاهيم السايدة الموجودة عن غادة المجتمع السياسي في السودان طبعا دي خطوة ممتازة جدا أن الناس يتكلم عن وسيقة استراتيجية للفترة الانتقالية وده كلام في منتهى الأكاديمية والجدية وكذا لكن في الآخر القضايا العالجة لاتفاق الأطاري ما هي كانت قضايا بتاعة المجتمعات يعني هو كانت وسيقة بتاعة طرد الإعلامي أكثر من إنها هي وسيقة لحكم الفترة الانتقالية وده ورقة إعلامية بامتياز يعني هي ما ورقة هي اسمها اتفاق هي ورقة إطارية لكن هي ما ورقة إطارية فعلا هي ورقة إعلامية هي مشت بعيدا تماما عن الأجندة بتاعة الشباب العبر القطاعية ويتكلم عن أجندة بتاعة الشباب الوطنية اعتمادا على فهم جزء من المجتمع السياسي لمشكلة السودانين ومشكلة المجتمعات المحلية في السودان وده طبعا تغديرات قاعدة تأثر عليها الأيدولوجيا قاعدة تأثر عليها الاحتكاك الجزئي بقضايا بعض المجتمعات قاعدة تأثر عليها التحيزات عندها علاقة بأبعاد يعني غالبا فيها جزء بتاع نعارات للأسف وده كارثة كبيرة جدا الوسيقى الإطارية فيه كمفهوم حاجة ممتازة جدا وهي دي نغلة في شكل تحالفات الحركة الوطنية في السودان من أجل الانتقال لكن لابد من أنه تتم إعادة صهاقة الورقة عشان تعبر حقيقة عن تطلعات السودانين في الانتقال وده يطلب جهد كبير جدا يطلب جهد أنه نحن لازم ندمج المثقف اللي هو ما مدمج في الحركة السياسية اللي عنده مغضرة على الفوركاستنج وقادر أنه يحدد الإصلاحات شنو وتبدأ من وين وحدودها وموضوعة وكذا لكن قصة إنك أنت تسرد يعني مجموعة طويلة جدا من خطوط المواجهة وتقول يا أخوة الله أنا حواجه في اللحظة الفلانية كذا ودبه كذا ودبه كذا وما في أي مساحة للتقديرات بتاعة الميذان وقيرة ده بيوقعك في مشكلة كبيرة يعني أنت في الآخر بتستدعي ناس إنهم يقيفوا أمام التحول الديمقراطي يعني الناس اللي أنتجتهم في 2019 سبب لك أزمة كبيرة جدا في مابعد إنقلاب 25 أكتبور في موضوع سعادة الشرعية الدستورية فكيف تاني عايز تمشي أنت عايز توسع قاعدة الانتقال ولا عايز توسع قاعدة الناس الرافضين للديمقراطية في السودان وده كارثة كبيرة جدا للأسف نحن ماشيين في الخيارة الثانية الوسيقة الإطارية هي وسيقة لتوسيع دائرة الرافضين للانتقال الديمقراطي في السودان أستاذ منزر هل عالج الاتفاق الإطاري بضايا الشباب؟ أنا أتوقع هذه المرة أنه بيكون كسابقات أنه تاني العقل بتاع السياسي السوداني التغليدي يعتبر أنه الشباب مهدد ويحاول يحاصرهم بأدوات سياسية وما بعيد أنه يستخدم أدوات أمنية في فترة من الفترات تحت دواعي حفظ الاستقرار وأنه دي حاجات أبعد من مستوي السيعاب ومكذا أنا قال لك حقيقة من السيناريوات المستقبلية إذا ما تم تدارك الوضع بتاع الفئة دي وتم التعامل معها بالجدية وتم إدماجها في العملية السياسية بطريقة منطقية ما بطريقة الممثلين تعال وقع لي وأنا وقع لك وكذا وإنت عندك كمراس تعال وقع في الوسيقة الفكرة ما بالطريقة دي نحن نتكلم عنه إذا ما كانت الوسيقة المرجعية بالنسبة للفترة الانتقالية بيتعبر حقيقة عن قضايا الفئة بتاع الشباب تحديدا في السودان بيزعب أن نتكلم عن انتقال سليس أو نتكلم عن انتقال فعلي في السودان بأي حال من الأحوال أنا أعتقد أنه ما زالت الفرصة مواتية لإصلاح ما يمكن إصلاحه في المرحلة دي وإنه نمشي للفترة الانتقالية بعيدا عن أي تجازبات وبعيدا عن أي عمليات بتاعة إرهاب سياسي للمجموعات دي وحقوق تاريخية وما إلى ذلك والكلام اللي ما عنده فائدة في بناء السودان دي نحن بنعتقد أنه إذا تم إدماج الفئة دي إدماج حقيقي حيكون في انتقال حقيقي في السودان باش مهندس منذر مصطفى أنت عملت كثير جدا في عدد من المنظمات المحلية والعالمية فيما يتعلق بقضايا الشباب وإدماجهم سؤالنا لك هنا بشكل مباشر شنو هي الصعوبات البتواجه إدماج الشباب ومشاركتهم السياسية؟ في صعوبات طبعا لا تعد ولا تحصى في عملية إدماج وشراك الشباب وخلينا يعني من القضايا بتاعة المساوى وكذا لأنه يعني إذا أقول لإدماج الشباب في التنمية في مشكلة كبيرة جدا إنه في بدير الدولة فعليا ما عندهم إدراك لحجم المعاناة بمر بها المستبعدين من استحقاقهم التنموذية وللأسف ما بقله سوءا عنهم الفاعلين في المجتمع السياسي اللي هم ما عندهم وعي بحجم ضرورة إشراك المستبعدين من الاستحقاق المدني لأنه زي ما في حيكورة في الأرض في ناس بيعتبروا إن يا أخوال الله الفاعل السياسي ده بالنسبة لهم حيكورة وهو مفروض يمشي على حسب رقماتهم يحقق أنتولوجياتهم وده طبعا مسنود بتاريخ طويل جدا غير غابل للتدغيق فيه أو تحليله أو مراجعته أو غيره التعمدة الزيديه هو اللي قاعد يجيز عغبة كبيرة جدا أمام إشراك الشباب في العملية السياسية عموما إذا أتكلم عن العملية السياسية عملية السياسية ككل حركة الفضاء العام في السودان إذا لم يتم إتخاذ خطوات جدية يعني لا أستطيع أن نتوقع النتائج ما هو أنا الليلة لا أستطيع أن أقول يا أخوال الله أنا منتظر تحقيق تغيير اجتماعي من غير ما أعمل لتغيير اجتماعي أنا لا أستطيع أن أكون منتظر أن شيء تحدث من غير ما أنا أدخل المخرجات المناسبة وأقوم بالعمليات الضرورية لكي تولد لي النتائج الإيجابية أنا ما ممكن أنوم في بيتنا وأقول يا أخوال الله الأرض بتاعتها تتزريع وتتحصد وحتتتورد لي في حسابي في البنك إذا هل إحنا ما غيرنا المفاهيم بتاعتنا وما ماشينا في عملية بتاعت إعداد إطار واضح لي ضمانات الشباب في السودان هنكون عبارة عن مغازلة ليس أكتر ومهاترة وكلام ما منه أي قيمة في الآخر يعني في الآخر عندما ما بيتمشي خطوة للأمام تجاه المجموعة الكبيرة المستبعدة دية والاستبعاد في السودان قاعد يورس جيل بعد جيل يعني للأسف إنه المستبعدين زادوا في فترة من الفترات بيجوا بلقوا امتيازات كبيرة جدا بتجبرهم على استبعاد الآخرين إحنا إذا ما كسرنا الحلقة بتاعت الاستبعاد دية والتعامل العنيف هنا إلى الاستحقاقات حكمهم في مشكلة كبيرة جدا في المستقبل أنا أفتكر إنه العملية بتاعت إشراك الشباب في الانتقال ما عملية يعني هينة لكن هي في نفس الوقت ما عملية قاسية يعني ما في الآخر في لتريتشة كثيرة حوالينا الموضوع دي في تجارب في سودانين عندهم خبرة في العمليات دي لابد من إنه يتم إدماجهم ويكون عندهم يعني قرار في التجربة الانتقالية الجاية دي يعني ما يكون الغرار هو بس للناس اللي عندهم غدرة على إنتاج الضجي لازم يكون في ناس في الفترة الانتقالية عندهم غدرة على التقيير الإيجابي لازم يكون في ناس موجودين عندهم غدرة على إنهم يغيروا السياق الاجتماعي والاقتصاد دي لصالح المجموعات المستبعدة دي باشماندس منزر خلينا نبعد شوية من قضايا الشباب ويدمايهم والمشاركة السياسية خلينا نمشي لأكل العيش وفرص العمل هل في ظل الوضعية الحالية دي هل أنت شايف إنه في فرصة بتاعة عمل أو توظيف للشباب في ظل الوضع الحالي نعم في فرص كبيرة جدا لإنه يتم إعادة توزيع السروة بين السودانين بأدوات حديثة جدا بعيدا عن العملية بتاعة تكسيم لي السودان فيه موارد لا تعد ولا تحصى متنوعة تنوع بهيج فيه مورد بشري متنوع تنوع ضخم جدا وتنوع إيجابي إذا تم استثماره بقوة نحن محتاجين فقط لأنه يكون في إطار واضح لضمانات الشباب محتاجين لنفعل سياسات وطنية لعملية تشغيلهم وإدماجهم في حركة المجتمع دي ممكن بإصلاحات اقتصادية بسيطة جدا وإصلاحات إدارية طموحة ممكن نطيب الجراح دي في فترة قليلة جدا نحن عندنا قدرة حالية ناقتصادنا عنده قدرة على أنه يخلق وظائف كبيرة جدا إذا تم اتباع سياسات إنسانية إذا تحولنا الاقتصاد بتاع سوق افتماعي بعديد نعم مناكفات السياسية ممكن السودانين كلهم يجبون نصيبهم في الموارد إذا عادت دولة ويساهموا في حركة الاختصاد بقوة يعني ما إنه يا أخو الله نحن نقدم الاستحقاك بتاع السودانين كرشاوي في البنك ونقول لهم يا أخو الله إذا نصيبكم من الدولة السودانية لا الدولة السودانية ممكن توفر لي وأكثر ممكن توفر لي والرفاه بطريقة كبيرة جدا أفضل من أي دولة موجودة عندنا في الإقليم إذا نحن غررنا إنه نحن نمشي في الاتجاه دي لكن إذا غررنا إنه نحن نمشي في نفس السياسات القديمة اللي فيها جهزة كبيرة جدا نحن ما عندنا أصلا علاقة بها كسودانين وتفرض علينا من الاستعمار حيكون في مشكلة كبيرة جدا في فرص كبيرة نحن في المنظمة كان ماشينا في الاتجاهات دي ونادينا بإنه تتم وضع سياسة ووطنية للتشغيل وفعلا شاركنا في العمليات بتاع تلجان ودعمناها تعم كبير جدا لحد ما جاء إنقلاب 25 أكتوبر وقف الإصلاحات اللي كان ممكن تحدث أثر كبير جدا بالنسبة للشباب في فرص كبيرة جدا ممكن نحن نستقلها ممكن الشباب دي ما يمشوا يموتوا في البحر ولا يدخلوا الماليشيات ولا يهاجروا للخليج ولا يهاجروا لي غيروا ممكن في السودان دي تتوفر فرص بتاع عمل بطعوضات ممتازة جدا ببيئة بتاع عمل فريدة ممكن نمشي في اتجاه إنه نطور الزراعة بتاعاتنا دي على أساس إنه نبقى مركز للاختصاد الزراعي في العالم وعندنا فرص كبيرة جدا في الاتجاه دي وسوقنا بيقبل التحولات دي ومواردنا كافية لغرون غادمة في الاتجاه دي فما بيمنع شنون بيمنع حاليا إنه يتم تسيير برامج نشطة وسياسات موصفة للفئة بتاع الشباب ما في سبب بيمنع خير تعند بعض اللي بيعتقدوا إنهم عندهم عاصموسة لحل إشكالية السودان كلها بضربة واحدة بطريقة يعني أسطورية ليس هكذا تدار الدول في سؤالنا الأخير باش مهندس منذر مصطفى أنتوا في المنظمة بتاعتكم كان طرحتوا قبل الانجلاب مقترح لمبادرة اسمها استعادة الشرعية الدستورية وشنون تاني من الأعمال اللي انتم بتقوموا بيها في المنظمة بحول قضايا الشباب في فبراير حقيقة نحن أصدرنا وسيقة استعادة الشرعية الدستورية ومسارة تحول الديمقراطي في السودان مقترح منظمة تدريب بتشغيل الشباب موسوم بمبادرة الشباب وفيه محددنا النقاط الأساسية لما سميناه الوقت داك بالانتقال السلس وانه نحن محتاجين نبعد عن العملية بتاعت إعادة تدوير المرفوض للمجتمع السلساني مرة أخرى كأنه انه دا قدرك فانت لازم تقبل بيه وانه نحن قدرك لازم تآمن بينه واذا كتلناك أو هلكناك فما عندك خيار تاني غيرنا نحن تكلمنا عن أنه لابد من أنه يتم إدماجا الفاعلين الشباب ديل بعنفوان في العملية السياسية الغادمة باعتبارهم إنهم هما قادة لما اجتمعاتهم المحلية وديها حيأسر في الخارطة السياسية اللي هي سبب المشكلة في الأداة التنفيذية واللي هي قاعدة تفرز التحديات التانية بما يتعلق بقضايا الأقليات واللي هما عانوا ما عانوا من الموضوع ديه الوسيقى تم إنتاجه بمشاركة مجموعات واسعة جدا من المجموعات الشبابية وشاركوا فيها كذلك شباب الأحزاب وشباب الحركات المسلحة وما إلى ذلك منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية وكلهم شاركوا في إعداد الوسيقى وتم الدفع بها للبعثة الامامية الوقت داك على أساس أنه يدير رؤية الشباب للانتقال ولقت إشادات كبيرة جدا لكن يبدو أنه توقفت في حدود الإشادات وأصر الفعالين الشباب في تجريبة المجرب مرة أخرى وغرروا أنه يمشوا بعيدا عن تطلعات المجتمع السوداني ورغباته أملا في أن المجتمع السوداني يرجع لصواب ويآمن بقدرته ما الغير متناهية على إنتاج الحلول وأنه هم المخلصين وكذا ودي كارسة حقيقة في عقل المثقف السوداني لابد من أنه نلقى لها دواء بعدها أطلقنا وسيقة تانية سميناها مبادرة مستقبل السياسات وتكلمنا فيها عن ضرورة التحول من مفهوم دولة الأمن الغومي لدولة مدنية حديثة ووضعنا خارطة على الطريق للحاجة دي وإنها ممكن تتنفذ كيف ودشناها كان في دائرة البحاظ الاقتصادية والاجتماعية وديرنا حوالينا نقاش كبير جدا نحن عندنا الرؤية بتعبر عن أشواق السودانين في الانتقال نحن ما مهمتنا أنه نحن نفرط رؤانا على الآخرين لكن مهمتنا أنه نحن نوضح الرؤى بتاع المجتمعات المحلية وما بتأمل فيه ونقدمه للمجتمع بطريقة يقدر يحقق على الأقل إذا ما عايز يمشي فيه تجاه إنصاف المستبعدين ما يزيد الأضرار عليهم بصورة يصعب معالجته في المستوى مستمعي ريادي وتلفزيون دبنقا بنهاية حديث المهندس منذر مصطفى بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية والأجرينا فيها حوار مع المهندس منذر مصطفى المدير العام لمنظمة التشغيل وتدريب الشباب وحتى يديد اللغاء في حلقة جاية لكم مني أنا خالص التحاية أنا حسين سعد مع السلامة